مساء الأنوار عليكم الإخوان ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نهضر فيه شي شوية على بعض العادات زوينة وبعض الأخطاء اللي مخصكش تديرها في هذا الاستعداد الجهاوي وهذا العادات اللي غادي بارتاجي معاك غادي يكونوا يعني من خلال جربتي أنا الشخصية ومن خلال شخصيتي كيفاش كنت تعامل مع أي قراءة كما بغد تكون وأول حاجة ما تنساش تشترك معنا في القناة ولايك بارتاج للناس اللي كتشوفهم غا يهمهم هاد الشي هذا هاد الفيديو ومرحبا بيك معنا واللي أنت ريسي مهتم أنه يدخل معنا للعرض ديال الجهاوي مرحبا بيه معنا في العرض راك نخدموه فيها المواد بربعة ديال الجهاوي وبقى معنا عرض الجهاوي مفتوح دابا إلا عندك الجهاوي هاد العام أو إلا عندك باقي حر علمي وبغيتي توجد للجهاوي هاد العرض غادي نفعك بزاف فيها المواد بربعة الاجتماعيات التربية الإسلامية العربية والفرنسية المواد ديال الجهاوي كاملة في هذا العرض سنشرح الدروس كاملين في فيديوهات على طول السنة ستستفد من شرح الدروس وشرح الروايات والمنهجيات كذلك سواء عندك سيزيام يعني أولا باقي علمي أو عندك باقي حر علمي ستستفد من هذا العرض اللي حبي تسجل في العرض ديالنا يتواصل مع هذا الرقم على الواتساب وغي يجاوبك على طريقة تسجيل وكل شيء سنكون معاك على طول العام حتى النهار ديال الجهاوي دونك الإخوان أول حاجة كندير هنا بعدها في الأهداف ديالي في القراية أي مجال بغيت نقرأه كما بغي يكون غنتم كتقرأوا مواد دروخ تشوفوهم طوالرة ماشي شي حاجة لكن المجالات اللي كبيرة بزاف دونك أول حاجة هي كتحدد شنو الهدف ديالك شنو الهدف ديالك في النهار مشي الهدف الكبير أنك تفهم المادة شنو الهدف ديالك هذا النهار شنو الدرس الإخصة تفهمها ذالنهار وكيفاش تخطط له وشنو الفقارات اللي فيه وكيفاش تفهمها هدي أول حاجة كنديرانة يعني في أي حاجة كنخطط مزيان قبل ما نبدأ يعني سنخطط سنعطيه واحد شوية ديال الوقت للتخطيط هدي أول حاجة ثاني حاجة هي أنني كنا أخد جميل حويج اللي ممكن يعاونوني التفاطر الأقلام البلاسة اللي غادي نقرأ فيها خاصة تكون مزيانة خاصة تكون مريحة فيها واحدة ضخفيف وفيها ما فيهاش الصداع ما فيهاش الغوات ما فيهاش الضوضاء باش كيكون عندي واحدة لآداء زوين وآداء اللي يعني فيه واحدة التناغم مع ذاك شي اللي كان نقرأ ثالث حاجة هي كن نحدد الوقيته بالضبط فين كنخدم هذي مهم ما بزعف لأن هذي اللعبة هذي كتعاونك في العادة كتولي تكون العادة دي الواحد الوقيته بالضبط ما فين كتخدم مثلا أنا كم دال خدمة مثلا مع العشرة يالليل أو للحضاش أو للتناش مثلا ما مثلا طبيعة الحلارة أنا كن نصحك أنك تنعز مزيان ما كنحدد واحد الوقيته محددة فين غدين خدم هذي ضرورية باش تتولي عندك عادة دي الوقيته عادة المرات يعني دير بحل من اللي كتولي يعني تدير واحد الوقت في راسك أن هاد الوقت هذا غادي يخرج في هاد الصاحبي ولا غادي يدخل فيه هاد البروغرام أو لا يكون في هاد الماتش وبحلقك ذاك الوقت كي أورغانيزي كتر أنك تولي عندك عادة مثلا الماتشات دير الشامبيونس ليك تديرهم ديما مع تسعود ثمانية فباش تبقى عندك ديما ببروغرام أن هذك هو الوقت دير لك الماتش فهنا نفس البلان مع القراية أنك يكون عندك ذاك الوقت بالضبط هو فين كتجيك ديك النزعة دي القراية حدد وقت مناسب ليك رابع حاجة هي كنحفز الذات تحفيز الذات ضروري أنك يعني ديما كتزرع فراسك أنك يعني غادي خدام كتدير ذاك شي اللي عليك تدير خطوة ديالك تتخدم وتتوصل لبعض الحويج شي حويج كتزقلهم ولكن مع الوقت كتصلحهم وكتركز فقط على النجاحات اللي كتدير في كل نهار نجحت أنني فهمت واحد الفقرة من الدرس هذا رهد نجاح فضروري تحفز الذات ديال كل نهار أي حاجة فهمتها والأي حاجة وصلت لها رابع حاجة كنشوف ديما لغزيمي ملخصات إن التلخيص كيحفزني نقرأ كتر كيحفزني أنني يعني نزيد نتوسع كتر في ذاك المجال بحل واحد الترايلر بحل واحد الشحيمة فهمت تتجرك خانس حاجة كندير هي المشاركة البارتاج وللا لاحظ ترى أي سكيل تعلمت لها سواء في أنك تعلم كيفاش تعلم أولا يعني شي درس ولا شي حاجة رقم بارتاجيها ما يمر رقم بارتاجي في القناة رقم بارتاجي في الكورس رقم بارتاجي في القناة الثانية رقم بارتاجي في كل شي أي حاجة كنت غتنفع رقم بارتاجي آخر حاجة الإخوان هي أن كل نهار كنحاول نهتم بالصحة الجسدية والعقلية ديالي يعني كن نرتاح بزيان كن نطبق الإمتينان أي حاجة كنت في الحياة منك نخرج كنحس بواحد الوجود زوين كنحس بالطريق شحل زوين عندي واحد الاهتمام بها الراحة العقلية الجسد صراحة شوي مفرصة عليه ونكدبش عليكم ولكن إن شاء الله هذين داير في بالي أنني يعني نعطيته وحقه مهم الجسد لكم عارفين الرياضة الجيم إليك يعجبكم الجيم مهم كل واحد وشك يعجبه إنك تكون يعني صحيح مرتاح مرتاح صحيا ومرتاح عقليا والأفكار دايما كنت أنسبيرها من أفكار جدا من فيديوهات من أرتيكل من أي حاجة هذا ما كان هذا هو ما الحويه أو واحد الحاجة أخرى هي أنني يعني كنطور يوميا المهارات ديال الخدمة ديال القراية ديال أي حاجة المهارات اللي كتعوني شي شوي أنني بزربان كابت المعلومة فالبلانة الضروريين الكريتيكل تينكين السؤال الفضول بزاف ديال العيبة اللي يزوينين ديك يعونوك أنك يعني تحب ويكون عندك شغف القراية ووالا الإخوان كنتمنى ما نكون شطولت عليكم شكرا لكم على الاستماع إلى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة